حتى نستوضح منكم أكثر فيما يتعلق بلفظ أو بصيغة النذر الناس تقول كثيرا و تكلمتم عن هذا سابقا في سؤالات الذكر نعم الناس تقول علي كذا و إذا نقح ابني سأقوم بكذا الآن النية هل تكيف هذه الصيغة لتكون نذرا؟ هناك جملة من الأحكام الشرعية نيطة بالألفاظ الطلاق و العتق و اليمين و النذر و بعضهم ألحق العقود إبرام العقود لكن العقود لأن فيها طرفين و فيها إجاب و قبول دعنا نأخذ ما يلزم المرء به نفسه و ما يترتب عليه أثره بقول المتحدث الطلاق و العتق و اليمين و النذر نعم هذه الألفاظ من حيث دلالتها و معانيها تنقسم إلى قسمين نعم إما أن تكون ألفاظا صريحة و اللفظ الصريح يعني الإتيان باللفظ الموضوع لذلك المعنى نعم فالطلاق كلمة طالق هي كلمة موضوعة للدلالة على معنى الفراق نعم و يلحق بها ألفاظ أخرى هي صريحة في الدلالة على الطلاق كمفارقة و بعضهم ألحقت تسريح لأن كتاب الله عز وجل نص عليها نعم هذا لفظ صريح و اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية نعم هناك من الألفاظ ما هو لفظ كنائي نعم فاللفظ الكنائي أي أن ذلك اللفظ يدل على المعنى المقصود و يدل على غيره نعم لكن النية هي التي تصرف إلى أي المعاني هو المقصود نعم سواء كان ذلك في شيء من هذه الصور من يعني الطلاق أو العتق أو النذر الآن في النذر و اليمين اليمين لأنه قسم بالله تبارك و تعالى نعم فلا بد من حرف قسم و مقسم به وهو اسم من أسماء الله تبارك و تعالى الحسنى أو صفاته العلياء نعم لا يجوز أن يقسم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت نعم لا يحلف بالآباء ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا برأس النبي ولا لأن هذه الشريعة حرمت ذلك نعم المقسم عليه و ما يقسم عليه أي محل القسم نعم أيضا ينظر فيه هل هو صريح أو كنائي إن كان صريحا فلا مجال للبحث و إن كان كنائيا فحينئذ النية هي التي تصرف إلى المقصود نعم النذر له صيغة فتدل عليه تدل على معاهدة بين العبد و ربه أن ينذر بفعل أمر ما نعم فعليه أن يأتي بما يدل عليه منهم من أدخل اليمين فقال باليمين يحصل النذر نعم و منهم من قال بأنه عليه أن يأتي بصيغة النذر كان يقول علي لله لأنها قربة نعم أو أن يقول نذرت لله تبارك و تعالى هذا صريح نعم فلا نبحث ماذا كان يقصد طالما أنه تلفظ و أتى باللفظ الصريح منهم من يضمر هذا الجزء من النذر من لفظ نذره نعم نعم و يأتي بالجملة الدالة إن حصل كذا فعلي كذا أو أن يقول علي لله كذا و كذا هذا واضح علي لله كذا و كذا و هي الصيغة المجمع عليها لكن إن قال إن فعلت كذا فعلي كذا نعم عند من يرى جواز هذه الصيغة و الصحيح جوازها كما تقدم في مناسبات أخرى نعم فإنه في هذه الحالة ينظر ما الذي يقصده هنا يأتي محل النية نعم فإن كان يقصد بذلك النذر فيحمل على النذر و إن كان يقصد من ذلك الوعد فهو مجرد وعد و لا يعني حينما يقال بأنه وعد أنه يسوغ أن يتركه و أن لا يفي به و إنما المقصود أن أمره أيسر من أمر النذر يمكن أن يبدل أو غير فإن طرأ له طاري أو صرفه صارف أو منعه مانع فلا يكون لزوم الوفاء به كلزوم الوفاء بالنذر بالصيغة الصحيحة لأنه يكون من باب الوعد هذا هو الفارق و هذا الاستطراج هو لبيان الأحكاة المتعلقة بالألفاظ يمكن أن يبدل أو يغير إذا كانت نية إذا كان وعدا فلا شك إن كانت مجرد نية و هذا أيضا صورة حسنا يعني ذكرتم هذه الصورة بعض الناس يقول نذرت فلما تسأل تجد أنه عقد العزم بقلبه لم يتلفظ أبدا هذه نية نعم في هذه الحالة و كم ينوي الإنسان من الخير لكنه لا يتمكن من الفعل فهذا معذور لكن إن وجد لفظ فينظر في هذا اللفظ إن اقترن به ما يدل على النذر فإنه يحمل على النذر و إن كان مجرد وعد ففي هذه الحالة إن لم يستطع فلا مانع و له يعني الوفاء به لا يكون كالوفاء بالنذر له أن ينظر فيما هو أحسن على سبيل و لا يترتب عليه شيء إن لم يتمكن أما في النذر فقد ورد كفارة النذر كفارة اليمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم